اكد سيد توفيق مدرب حراس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي ان مستوى محمد فوزي حارس مرمى الفريق في مباراة المؤولين العرب مجرد بداية فقط مشيرة لان الفترة القادمة ستشهد الافضل في مستوى جميع حراس الفريق وتقلق فوزي بشكل لافت للنظر بعد الزودة عن مرمى باكثر من فرصة محققة لفريق المؤولين العرب خلال المواجهة التي جمعتهما مؤخرا وانتهت بالتعادل الايجابي بهدف لكل فريق واضاف سيد توفيق في تصريحات للمركز الاعلامي محمد فوزي حارس ممتاز واتطور مستواه بشكل تصاعدي واعمل معه لتحقيق مزيد من التقلق ومن ثم الانضمام لصفوف المنتخب الوطني مضيفا اشادت الجماهير والنقات بمحمد فوزي يسعدني للغاية ويثبت اننا نعمل بشكل صحيح واشار جميع الحراس يبزلون قصاري جهدهم في التدريبات واتفقنا على ان نسير خطوة بخطوة نحو المستوى المطلوب بما يليق باسم وقيمة النادي الاسماعيلي وبسؤاله عن موقف السنائي عمر رضوان وكمال السيد قال بالنسبة لعمر رضوان لا ازال يعاني من الاصابة بينما تماثل كمال السيد للشفاء من الاصابة بخلع في الكتف وتم تصريحاته كافة حراس الفريق جيدين ويتم تجهزهم ليكونوا في افضل مستوى فني وبدن ترجمة نانسي قنقر